اشتركوا في القناة في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاطني مدينة المنصورة الجديدة واصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان رئيس الطلع خلال الاجتماع على مستجدات تطوير منطقة القاهرة التاريخية موجها بان لا يقتصر التطوير على المعلم التاريخية والاثرية العليقة فقط وانما يمتد ايضا لكافة الاراضي والمواقع المتاخمة لها اخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الازراء اجتماعا للاطمئنان على اجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة من الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واخلال الاجتماع تم استعراض التنسيق لاختيار الاسر المستحقة واصدار قوائم الذين سيصرفون السلع المدعومة كما تم الاشارة تخلل الاجتماع الى البدء في طباعة 256 الف بطاقة وبدء توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد على ان يتم استكمال طباعة وتوزيع باقي ال500 الف بطاقة للمستحقين انتباعا اعلنت هيئة الانتخابات التنسية قبول مشروع الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ بعد مصدقة الرئيس واخلال اعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التنسية فاروق بوعسكر اكد ان 94.6% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء على مساواة الدستور وافقوا على الدستور الجديد دعا رئيس الوزراء الرقي مصطفى الكاظمي الى اجتماع اليوم الاربعاء للبدء في حوار وطني يهدف الى التوصل لحلول للازمة السياسية الحالية بما يسهم في تهديئة التصعيد الحالي وطلب الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه كل الاطراف العراقية الوطنية باقاف التصعيد الشعبي والاعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لاخذ حيزها في النقاش الوطني قالت مؤسسة الطاقة النووية الاوكرانية انها تعرضت لهجوم سيبراني روسي غير مسبوق على موقعها مشيرة الى ان عملياتها لم تتأثر وفي بيان لها اكدت مؤسسة الطاقة النووية الاوكرانية ان موقعها رسمي تعرض للهجوم من الاراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية اكد متحدث باسم الامم المتحدة ان الامين العام للمنظمة انتونيو جوتيريش سيزور اوكرانيا غدا الخميس وسيجتمع مع رئيس الاوكراني فولا ديمير زيلنسكي في مدينة ليفيف كما سيزور ميناء اوديسا يوم الجمعة ردت وزارة الخارجية الصينية على اتهام تايوان لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات صينية من المنطقة المحيطة بيغوزري بينغو وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وان جوينين ان تايوان يمكنها ان تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة اراضيها ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كير كود او ظهر على الشاشة هذه تحية لو اي ابوزر شكرا نطيب المتابعة الى اللقاء